المسجد الأقصى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إنه المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين مقصد النبي صلى الله عليه وسلم في إسرائه ومنه كان معراجه إلى السماء وفيه أمم صليا في الأنبياء المسجد الأقصى أو الحرم القدسي الشريف تبلغ مساحته 146 دنما وهو يضم كل المنطقة الواقعة ضمن أسوار المسجد الأقصى المبارك وفيه الممرات والأروقة التي أنشأها الملوك والولاة على امتداد العصر الإسلامي ويضم أيضا عدة سبول ماء وما يزيد عن 25 بئر ماء شرع ببناء المسجد بشكله الحالي الخليفة عبد الملك بن مروان وأتمه الوليد بن عبد الملك عام 75 للهجرة وكان يسرج بألف وسبعمائة قنديل هنا رائعة القباب العالمية مسجد قبة الصخرة المشرفة الذي أجمع المؤرخون على أنه أجمل الأبنية على وجهه البسيطة أشرف على بنائه المهندسان رجاء بن حيات الكندي من بيسان ويزيد بن سلمان من القدس وكان ذلك سنة 691 للميلاد في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان هذا وقد نقشت يد الإبداع المسلمة سورة ياسين على هذه القبة النابضة بالتوحيد في هذه الأرض المباركة نشاهد الآن مسجد النبي داوود عليه الصلاة والسلام كان يقع في منطقة الحرم قبل الاحتلال عام 1948 ميلادية وبعد حرب 1967 للميلاد حولته سلطات الاحتلال إلى كنيس يهودي وقامت بتغيير ملامحه حتى أنها أزالت المحراب من الطابق الأرضي أما الطابق العلبي فقد أعطوه للنصارى وجعلوه كنيسة لهم وبهذا يصبح مسجد النبي داوود عليه السلام للجميع دون المسلمين ورفة الأنبياء كانت القدس مدينة الأمان والسلام على مدى مراحل الحكم الإسلامي لا سيما في بداية القرن العشرين حيث كان الناس يعيشون في أمان واطمئنان في ظل الخلافة العثمانية وكانوا غافلين عما يحاك في دهاليز السياسة الأوروبية من مؤامرات لاقتلاع أهل البلاد الأصليين وزرع اليهود الغرباء مكانهم لأهداف استعمارية أما بالنسبة للنصارى فقد ظلوا يتمتعون بحرية العبادة كما ضمنت لهم ذلك العهدة العمرية بزرعهم في فلسطين صادر اليهود أراض ومنازل وممتلكات الشعب الفلسطيني بدعم دولي وذلك سنة 1920 للميلاد حيث تمت أضخم عملية سرقة جماعية في التاريخ تمثلت بطغض شعب كامل من دياره وزرع شعب آخر مكانه لقد أقيم العديد من المخيمات في دول الجوار لاسيما في الضفة الشرقية لنهر الأردن لإيواء النازحين والتي أصبحت قاعدة انطلاق للكفاح من أجل تحرير الوطن قامت إسرائيل بعد احتلال القدس بمحاولات عديدة لتدمير المسجد الأقصى كان أخطرها الحريق المدبر والذي وقع في الحادي والعشرين من آب سنة 1969 للميلاد والذي أتى على منبر صلاح الدين الأيوبي ملحقا بالمسجد أضرارا كبيرة والهدف هو بناء الهيكل المزعوم على أرض الأقصى حيث بدأوا بالبحث عن أي أثر يدل عليه بحثوا حول المسجد تحت المسجد في كل مكان حتى وصلوا إلى أساسات قبة الصخرة إذن الأرض تتكلم التاريخ يتكلم الأرض عربية والمسجد المبارك ينبض بالإسلام منذ آلاف السنين وبسواعد هؤلاء الأبطال الذين يضحون بالغالي والنفيس لمرضات الله سبحانه وتعالى سيكون المصر إنه وعد السماء شعب الحي لا يموت